من جديد الطائرات الامريكية تغير على هدف هام لتنظيم القاعدة في المكلة الغارات استهدفت معسكرا تدريبيا كان يستخدمه اكثر من سبعين مقاتلا في التنظيم بحسب وزارة الدفاع الامريكية وكالاتر ويترز نقلت عن مصادر طبية المقتل خبسين من عناصر التنظيم فيما جرح ثلاثون اخرون جراء القصف الذي استهدف معسكرا لهم في مديرية حجر غربي المكلة ليست العملية الاولى التي تنفذها الطائرات الامريكية ضد اهداف للقاعدة فقد سبق وان اغارت على عدة اهداف توجت معظمها بمقتل قيادات بارزة في التنظيم في كل من ابيا وشبوه وحضر موت وفي الوقت الذي تدخل الاجواء اليمنية عاما جديدا من الحضر وتحت سيطرة التحالف العربي تمر اجواء شرق البلاد بطائرات من دون طيار فيما تسود على الارض حالة من الهدوء المشبوب بالحذر خاصة في المكلة الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ ابريل من العام الماضي نفذ التنظيم خلال العامين الماضيين عمليات نهب لأسلحة المعسكرات واموال البنوك واموال الاوقاف والضرائب وبدأ في بيع النفط ايضا فيما تتهم الحكومة الرئيس المخلوع بتسخير اسلحة المعسكرات الموالية له للتنظيم وانطلاقا من المكلة صارت القاعدة تدرب وتمول وتسلح وتتمدد الى بعض المحافظات وتتوسع نحو حضر موت الوادي تشير التجارب السابقة الى ان تنظيم القاعدة قد لا يواجه اي تحرك عسكري بالثبات في المناطق التي ينتشر فيها بقدر ما ينتهج استراتيجيته بالانسحاب مؤقتا ونقل الصراع الى اماكن اخرى والرد بهجمات مباغتة وهو ما يترك الوضع مفتوحا على كل الاحتمالات بما فيها ان يسعى للسيطرة على مناطق جديدة او الانسحاب من بعضها بوساطات محلية اشتركوا في القناة